توصل رئيسة تيار الحكمة عمار الحكيم وإتلاف الوطنية إياد علاوي إلى تفاهم يقضي بالمضي نحو حوار مشترك مع القوى التي تؤمن ببرنامجهما وذكر مكتب الحكيم في بيان أن رئيسة تيار الحكمة عمار الحكيم التقى مساء أمس رئيسة اتلاف الوطنية إياد علاوي وذلك لبحث أهم المستجدات التي طرأت على الساحة العراقية لأسيما بعد إجراء الانتخابات وأضاف البيان أن الطرفين أكدوا اعتماد الحوار مع كافة الكتل والقوى السياسية التي تنسجم مع رؤية الحكمة والوطنية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة